هلا مراجعة درس قواعد الاشتقاق وقوانينها. اذا كان قافل السين وهالسين اقتران عين قابل عين للاشتقاق. وكان كافل السين يساوي قافل السين زائد او ناقص هالسين. طبعا الزائد لحالها والنقص لحالها بسمى اختصار. لان هاي قانون الجمع والطرح. يعني هو مثلا بيكون قافل السين زائد هالسين او قافل السين ناقص هالسين او يعني مثلا قافل السين زائد هالسين زائد او مثلا يعني بالعربي بيحطول في زائد وننقص بالسؤال العادي يعني ما بيهتموش. عشان هيك شوي يجمعين لكم اياها. فان الاقتران الاقتران قافل السين قابل للاشتقاق ويكون مشتقطه قافل فتحة اا للسين زائد او ناقص هافتح horizon استندا لهذا القانون رح نعطيكم مثال او قبل المسال بلغة اخرى قف زائد داخل القوس لسين قف زائد ها لسين يساوي قف فتحة لسين زائد ها فتحة لسين وبرضه قف نقص ها لسين يساوي قف فتحة لسين نقص ها فتحة لسين طيب هلا رح اعطيكم سؤال مثال اذا كان قف للسين يساوي ستة سين تربيع زائد خمسة سين نقص سبعة طيب هاي قانون الجمع والطرح ده السؤال شو هو قانون الجمع والطرح هما معطين كل اقتران طب شو بدهم بدهم قف فتحة للسين بدهم قف فتحة للسين اذا اعطوكم سين تساوي مثلا عدد وقالوا لكم مثلا قف قف للتلاتة بدكوا بعد ما تعملوا هادا ايش اللي رح افهمكم اياها هلا بتكوا تعودوا الرقام اللي اعطوكم اياه طبعا هم مش معطينكم هم بدهم بس قف فتحة لسين فهلا سين تربيع اه ستة سين تربيع زائد خمسة سين نقص سبعة هلا انا اه على جناب عملتلكم اياها فستة سين تربيع مشتقتها ستة نقص ستة سين تربيع عفوان بتخلوا ستة زي ما هي السين بتنزل السين شو مالها اه التنين عفوان بتنزل والسين بتضلها زي ما هي ستة بتضلها زي ما هي التنين بتنزل وثين بتضلها زي ما هي فبتصير اتناها فمشتقت هي مشتقت vier مشتقة هي اتناش سين اتناعش سين طيب طيب شو مشتقت الخامسة سين الخامسة سين حامسة سين تساوي خمسة مشتقة السبعة سفر مشتقت الخمسة سين الخمسة وسبعة سفر فهي بتصير هلأ Gonzalez ما بتصير منقول 6 سين تربيع زائد 5 سين نوائل سبعة هي مشتقطها هي انا يعني عملتلك يا هون وقت 6 في 2 سين الي هي 12 سين مثلها زائد خمسة سين مشتقطها خمس اللي عملتلك اليها علي الجنوب نوائل سبعة ال سبعة مشتقتها سفر فانا احتى تلقيها بالعامد عشان انو مش انو تقولوا وين راحت السبعة مشتقط العدد الثابت سفر مشتقة العدد الثابت سفر مشتقة الاشي اللي جنبه سين اه نفسه بدون سين وهد لاكي طبعا على حسب يعني هدا بشرح لكم قاعدة معينة فبتصير الجواب ست في اتنين اه اتناعش اتناعشر سين زائد خمسة هدا هو الجواب ننتقل لقاعدة ثانية لأ احنا هاي اللي شرحناها اسمها قاعدة الجمع والطرح شو اسمها قاعدة الجمع والطرح هلا منقول كاف فتحة لسين يساوي قاف فتحة لسين زائد او ناقص ها فتحة لسين حسب ما هم معطي لكم بالسؤال هلا عم يعني من راجع لكم قوانين قواعد الاشتقاق قاعدة الضرب اذا كان قاف لسين وها لسين اقترانين قابلين للاشتقاق عنده اه يعني عنده عنده سين هلا قاف ضرب هاي قاف ضرب هاي يعني انهم هم قصدهم قاعدة الضرب يعني انتو بتافهمكو شغلة انتو اجوا قالوا لكم طولونا المشتقة طولونا المشتقة هلا انتو لا شفتوا زاد ولا شفتوا ناقص ولا شفتوا قسمة لا شفتوا زاد ولا شفتوا ناقص ولا شفتوا قسمة يعني انه مكسوم فانتو لا اراديا راح تكون قاعدة الضرب قاعدات الضرب مثلا يعني مثلا تننسيا ضرب خمسة يعني المهم يعني انه اشي فانتو روح تمشوا على قاعدات الضرب. هلأ بنقول قاعدة الضرب هي قوف ضرب بها طبعا فتحة انه احنا بدنا اياها فتحة. يعني انه المشتقة الاولى لهاي فهي يعني هي هيكت قاعدة الضرب بنقول الاول ضرب مشتقة الثاني زائد الثاني ضرب مشتقة الاول. الاول ضرب مشتقة الثانية زائد الثانية ضرب مشتقة الاول. ازا ما اعطيه senate كهيك زي هيك. فبتصير الاول اللي هي قوف يعني وزعنا الالاف هون. قوف لالالاف هي الاول زي ما قول. ضرب مشتقة التاني مشتقة التاني مش مش هي لحيلها هيا فتحة. زائد ال� ultimately زي الثاني هيو. ضرب مشتقة الاول. يعني هذا بالعربية. هذا بالعربية. هذا الاول وهذا التاني. هذا الاول وهذا التاني. في حال اجه ضرب بدنا نعمل بدنا نحط في قانون الضرب. بنحط هذا ونحط هذا ونحط مشتقة هذا مشتقة هذا. بس انا حسب مش لعب الشغلة. حسب قانون معين. اللي هو الاول ضرب مشتقة الثاني زائد الثاني ضرب مشتقل الاول. واللي هو قوف مسلا في هذا السؤال قوف للالف ضرب ها فتحة للالف زائد ها للالف ضرب قوف فتحة للالف. هلأ رح انت لكم لقاعدة القسمة. قاعدة القسمة. هلأ عنا احنا يعني اعطناكم المراجعة لقاعدة الضرب والجمع والطرح هلأ قاعدة القسمة. طبعا انتو بدكم شرح الدرس روحوا للقناة مشروح الدرس كامل داخل قناة وكل اصلا رياضيات الادب والشارعي مشروح. وحتى بقدروا التجاري والزراعي والفندوق يستفيدوا حتى العلمي والصناعي. لانهم يعني حتى العلمي العلمي كمان والصناعي نفس هذا الدرس عندهم ولكن القاعدات يعني اللي اللهم اكتر. يعني اكتر. مثلا انها بالادب اربع قاعدات بالعلمي اكتر. اكتر من قاعدة. يعني حتى يعني موجودة مثلا هذي القسمة وضربه وكل كله موجود بالعلمي وبالآآ افوان وبالتجاري. اذا كان القفل السين هالسين اكترانين قابلين للاشتقاق. وكان هالسين يساوي سفر. وعندها سين تساوي الاف. فانه. ها قف لها قف على ها للالاف. اللي هي بتصير قبل ما بديش اعمالي لكم احرف لانه انتو روح تتخربطوا. راح اذكركم بالقانون الاساسي. المقام. اول اشي اول اشي هاي هاد. هلا هاد شو اسمه الفوق باست وهاد شو اسمه مقام. هاد اسمه باست وهاد اسمه مقام. فانه قانون القسمة اللي هو المقام درب مشتقة الباست. المقام درب مشتقة الباست. ديروا بالكم الحفظ مهم. ناقص. ينتبهوا انه ناقص مش زاد. ناقص مش زاد. ناقص الباست درب مشتقة المقام على المقام تربيه. المقام درب مشتقة الباست. ناقص الباست درب مشتقة المقام على المقام تربيه. على قف على هالة الالاف. تساوي ضرب الالاف كاف فتحة للالاف ناقس. اه طبعا انتو هيك ان نحطها. من الدلنا احنا ملتزمين بالاسكواس. عشان اننا احنا لما بدنا نزبط الناقص طالها الزبطة معنا. فبنقول قفل الالاف. درب ها فتح للالاف. على ها الاف تربيع. ننتقل للدرس.